وعودة إلى خبر مجلس الوزراء بوجود طفرة غير مسبوقة في المعدلات الانتاجية لمحصول القمح الذي يظل أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرا على الحياة اليومية للشعب المصري ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش يعني بعد التحية أستاذ محمد نريد أن نعرف المواطنين بجهود الدولة للنهوض بمعدلات انتاج وزراعة وتوريد القمح يعني الأول سبحانه حضرتك والحياة طبعا إحنا عندنا في الوزارة بنوم بجهد كبير جدا لتطوير منظومة القمح لأن الأمح له أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية نتكلم على محصول هو أهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية والمواطن المصري وطبعا جهودنا كانت بتنصب فيه محورين كبار أو محورين قائسيين المحور الأول هو زيادة المساحة المنزرعة من القمح وإحنا بالفعل حلطفة كبيرة هذا العام هي المساحة المنزرعة بالقمح إحنا كنا بنزرع تقريبا حوالين 3 مليون فدان دلوقتي إحنا قدرنا نوصل لأكتر من 3.6 مليون فدان مقربين على 3.7 مليون فدان بيتم زرعتهم بالقمح وإلى أيضا وعلى الجانب الآخر عندنا محور تاني ومحور في غاية الأهمية إن إحنا حارسين على تعظيم انتاجية الفدان نفسه إن إحنا نصل إلى أقصى انتاج ممكن من الفدان وبالفعل حدثت طفرة كبيرة في انتاجية الفدان فحنا بمتكلم أن فدان الأمح النهاردة بعد يقدر يوصل انتاجيته لـ 18 و 20 أرداب الفدان بالمتواصل العام على عم الجمهورية أحيانا في بعض المميزين أو بعض المزارعين بيقدر يوصل أعلى من كده وشوفنا ناس بتوصل لـ 25 و 30 أرداب الفدان وفي بعض المزارعين بيبقوا أقل من كده فعشان كده كان عندنا متواصل عام إحنا نتكلم على متواصل عام للإنتاجية حوالي 18 إلى 20 أرداب مقارنة بفترة سابقة إحنا كنا بنتكلم بـ 10 إلى 12 أرداب بالفدان وبالتالي إحنا بنتكلم فيه طفرة كبيرة حصلت في إنتاجية الأمح فده يساهم بشكل كبير في أن يكون عندنا تلبية للإحتياجات بشكل أكبر من المكون المحلي من الأخماح وده طبعا يكون له مردود ونعكس إيجابي كبير على خدمة المواطن المصري لأنه نحن نبقى دين نلبية احتياجاتنا يمكن الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية مش بس بقى فيه فكرة الزراعة فقط وإنما كمان بتنصب أيضا فيه سلسلة الإمداد بالكامل فإحنا المحصول متوقع أن يكون عندنا محصول زيادة هنخزنه إزاي طبعا كان لابد أن ننشئ مجموعة من الصوامع وحصل نحن شوفنا المشروع القومي للصوامع هذه الصوامع اللي قدرت أنها تعمل زيادة فيه المخزون الاستراتيجي اللي بقى بيوصل عندنا دلوقتي لما يقرب من خمسة مليون طن أو أحيان أكثر من خمسة مليون طن كمان كمان في فترة سابقا نتكلم في واحد ونصف مليون طن فده رقم مضاعفة كبيرة حدثت وأرقام وإحصائيات كبيرة تؤكد على أن القطاع الزراعي ده أشهد تفارات وتطورات كبيرة جدا طبعا محصول أمر وواحد من أكثر المحاصين اللي شافت هذا الكلام حتى كمان في البحث العلمي اللي يدري صنبط مجموعة كبيرة من الأصناف اللي بتتحمل ظروف ملخية مختلفة بتتحمل المناطق الجديدة اللي بنزرع فيها بيدي إنتاج أعلى بيقاوم أفات أكتر وبتالي بيكون له إنعكاس إيجابي كبير لخدمة المواطن المصر شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهدف